ولمزيد من الحديث عن موقف سوداني غير المفهوم الذي صدره في مؤتمر طريق الطوفان للمدونين وتصريحاته عن حرية الرأي والصحافة في وقت تمرر فيه تشريعات تكمم الأفواه وتحبس الصحفيين ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد الصحفي والناشط المدني عادل الجبوري أستاذ عادل مرحبا بك معنا أهلا وسهلا بك وتحياتي إليك وإلى مشاهدي قناة الراف الدين الفواهي أهلا وسهلا في مؤتمر طريق الطوفان للمدونين كما تابعتم السوداني وجهه بوضع تشريعات تحمي صناع المحتوى على منصات التواصل هل هذا يعني بأنه لن يتم ملاحقة صناع المحتوى وفقا للعديد من الحوادث التي جرت قبل ذلك وأن هذه التشريعات ستحمي صناع المحتوى والمدونين سواء كانوا مؤيدين للحكومة أو معارضين لها نعم المؤتمر الذي دعا إلى رئيس الجلائم الخميس وطريق الطوفان دعا إلى المدونين من دولة فلسطين ومن الكويت ومن الدول الأجنبية لكن الصحفي العراقي الوطني يعرف أن هذا كله كذب وخداع إلى الصحفي العراقيين لأن اليوم المحاكم أي عملية يعني كتابة لنقد أو متشير نقد أو كشف أسرار بعض المسؤولين تشوف الدعاوي تجي على هذا الصحفي ويصدر عليه أمر قبض ورغم أنه سيد رئيس وجلس القبض هذا السيد رائع سيدنا بلغ كل محاكم الاستعناف بعدم اصدار أمر قبض على أي صحفي يعني يستغلون العلاقات السياسة مع القاضي التحقيق ويصدر أمر قبض وهذا الموضوع آنت ورآني صارت فيه يعني آنت وقفت يوم كامل بالليل بمركز الشرطة أنا ما نفعل شيء سوى أنه كاتب وما ارتكب لا جريمة ولا سارق المال العام ولا ارتكبت في شيء خير بالنظام العام اليوم كلها هذه تقطية يعني اليوم تقطية من السيد السوداني قبل فترة انتقد أحد الصحفيين في قناة دابليوتي دواك لوزير التعليم العالي نعيم العبودي السيد السوداني اتصل بالقناة وقال لهم إذا ما تردوه تردوه أو تردوه فعلا إذا ما تردوه والسدون للبرنامج أغرنكم سبع مليارات ونعيم العبودي جزء خابر الكلية قال لهم أسلها الكلية إلى مطبطون من الكلية هذا صحفي رجل يشتغل أعلام فيه بس هو أستاذ جامع يعني لاقى رسقة بالكلية من أجل الكلمة الحرة اللي يقولها والنقب البرنام لذلك كل تغطية من السيد السوداني على أنه يحمي الصحافة ويحمي الإعلام وحرورية الرئي بالعكس اليوم هي دكتاتورية أكثر دكتاتورية في هذا الوقت استمرار الوضع على هذه الحالة وتعرض الصحفيين إلى ممارسات وانتهاكات واضحة ودائمة سواء باعتقالات مطاردة بعضهم لا يطلب للتحقيق ولا يطلب للاعتقال ولا للمحاكمة إنما يطلق عليه النيران فيقتل أو يصاب وهذا أخطر بكثير من مجرد التحقيق معه أو محاكمته السؤال عن حالة الحرية حرية الرأي والتعبير طالما أننا نتكلم عن هذا الوضع المزري باتجاه الصحفيين والإعلاميين الحقيقة يعني هي ماكو حرية صحافة يعني اليوم أي جريدة ورقية تصدر وأنا كنت أعمل في جريدة ورقية شويت مقالة نقل إلى الدولة ورفض رئيس التحرير قال أنا خاف لي هرقوني جريدة اليوم الخوف من القتل والخوف من حرق الصحيفة وحرق الدور وهذه مسألة كل شيء التي أدني أصبحت يعني الصحفي معرض لذلك لحظة أن يتم قتله بالشارع من قبل سايق الدراجة مثل ما دي يقتلون البلوغرات والفاشستات بالعراق اليوم الكلمة الحرة مضطهدة في العراق ومن يدعي غير ذلك فهو كالب ومن يقول أنه أكو حرية للصحافة وهو كالب لا توجد أي حرية واليوم القانون الحريات الصحفية هو مجرد كذبة كانت بالعراقيين يتغنون بها في كل ما يطلعون بالتلفزيون ولذلك تشوف أنه الصحف الحقيقي يرفض هذا ويرفض أنه يكون مصيرة مثل مصير أي مجرم يقتلون بالشارع لأنه هو يدافع عن الكلمة يعني هذا عملية نقدة أنت من اليوم من صلة مسؤول يجب أن تكون من سكولة شخصية عامة تتقبل النقدة لوجهه يعني رئيس حزب موجود بالسلطة رئيس حزب نقدة أحد الصحفيين قام علي عشر دعاوي يطلع من واحدة 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 يعني أنت منه قال لك تتفوق أنت تكونش تعمى أبقى شيخ ولا لا 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 أحد ينتقدك لكن أنت ما دام تعرضت إلى المشؤولية تبقى أنه نحن في أن ننتقدك وننتقدت صرفاتك ما نشكت عن الخطأ وإذا شكتنا عن الخطأ فهذه هي جريبة لحق الستانية نعم اللافت أن هذه الجيوش الإلكترونية بإشراف المكتب الإعلامي الحكومي وتنفق ملايين عليها كما يرد في كثير من التقارير كيف يمكن أن يكون ذلك يعني الذي من المفترض أن ينفذ ويطبق القانون هو الذي يرعى هذه الجيوش وينفق عليها الملايين بينما يلاحق أيضا الصحفيين الذين يكشفون ملفات الفساد نعم يعني هذه الصفحات الوهمية التي يديرها الجيوش الإلكترونية هذا المكتب السيد المشروزراء هذا يتمدح فيه مكتب السيد الرئيس يتمدح السيد المشروزراء لذلك الصحفي ما يمدح الصحفي ينتقل الصحفي يوضح الجريمة يعني اللي يكتب على جهة تنقر تشوف المتقر يكتب على المتابع من قبل الحكومة ولذلك تشوف اليوم الإعلام بالعراق انتهت لازم أنت تطبل تكون المادح إلى الحكومة والمادح إلى رئيس المزراء حتى يذولك حفية وهذا ما يقبلوا بعض الصحفيين أو أقول كلهم أكون جوطارئين على الإعلام ولذلك يقبلوها لأنه يشوفون يدوم مزايا من هذا الذي يصير يعني بمدح رئيس المزراء أو مدح السلطة لكن بعض الصحفيين يروضون عملية مدح السلطة ومدح السلطة لكن ما موجود من مشائل غير صحيحة بالعراق نعم أستاذ عادل هناك شيء يلفت الانتباه في هذه المعادلة وهو أن الكلام والانتقاد من الصحفيين لن يضر ويمس بكيان أو بكيانات هذه البليشيات أو الحكومة هو في النهاية انتقاد يستند إلى أدلة وإلى تحقيقات استقصائية وإلى ملفات فساد معروفة ومشهورة بالأشخاص وبالأسماء وإذا لم يقم الصحفي المتمرس الاستقصائي بالعمل بشكل مهني سيتعرض بالتأكيد للسؤال والملاحقة وهذا أمر طبيعي حتى في أكثر الدول تقدما وحرية رأي وتعبير السؤال هو لماذا تخشى الحكومة على نفسها وعلى الوضع العام من هؤلاء الصحفيين المحترمين الذين يبحثون عن الحقيقة ويحاولون حماية الوطن والمواطن من سيل الفساد المنتشر في أكثر من قطاع نعم يعني شوفوا أن الحكومة مش شرفة بالصوتة والكرسي لذلك لا تريد أنه يكشف الفساد يعني ليطلع بالأعلام التلفزيون الفضائيات الأخرى من فساد بعملية بعض الميليشيات التي تسيطر على دور المواطنين وأراضي المواطنين بالقوة والقتل يشوف أنه من يحشي صحفي داخل العراق محتمل يعرض نفسه القتل وهذا هو المشكلة اليوم التي عانيها الصحفي الجريء الذي يعني مثل ما قلت لحضرتك أنه أحد الصحفيين فيه طردهم في المقالم واحد البغدار فيه يعني لأنه كان ينتقد السلطة وموما لأنه تجزل مكفى التجراء هو رجل صحفي إعلامي يطلع في برنامج على البغدار فيه ينتقد السلطة خذ الانتخاذ مات شوف ماذا يقول وإذا كان صحيح نفذ ونحن نشكرك يا المسؤول عن السلطة لكن كل ما تكون العملية ننتقد شرطة مكافحة الإجرام أو مكافحة الإرهاب نحن مورقبين نحن صحفي كل اللي عندنا هو خلق لا نفوق من الدولة لا نشغل بالشغلات الدوائر الدولة لأن نبتز أحد لنشوف حالة سلبي نكتب بها حق جوز ونبترا كنشوف أن عمل الصحة في العراق اليوم خطر جدا لا أكثر صعفين يخافون يخافون من أن يتكلمون بالكلمة الحرة ويحاولون يشترون على نفسهم على عواني نعم أشكرك جزيلا أستاذ عادل جبوري الصحفي والناشط المدني كنت معنا عبر الخط الهاتفي من بغداد